اشتركوا في القناة بحب انوه لبعض الملاحظات طبعا هذا الشهر احنا عملنا توقعات كاملة في نفس البرج فعشان هيك بتمشي بالاشارة هيك بتلاقي فيه اشارة بتدل على برجك خصوصا المتابعين في الابراج اليومية بيعرفوا الطريقة هاي اللي ما بيعرف بس يحرك هيك من تحت بلاقي انه طلع اسم البرج تاعه بقدر يسمع برجه لحاله اللي بنصح فيه انك لازم تسمع برجك وطالعك يعني تعرف اثنين لانه ممكن برجك يكون سلبي ولكن طالعك ايجابي ممكن العكس ممكن طالعك هو اللي بيكون بتحكم فيك عشان هيك بنصح انك تسمع الاثنين قبل ما انت تكمل توقعات اثنين المسألة الاهم في هذا الموضوع انه انا ما بجامل في توقعاتي يعني انا بعطيك اذا كان سلبي بذكر لك السلبية اذا كان ايجابي بعطيك الايجابية وما باجي بكتب لك صورة الاوفر مالا والاوفر حضا والاوفر بالسفر واللي بدهم يتجوزوا والأبراج اللي بدها تعيش المتعة هذا الشهر هذا الحكي انا ما بكذب فيه لا عليكم ولا عغيركم فعشان هيك انا توقعاتي عقلانية اجيت شفت التوقعات الي ما عجبتك او شفت انه الامور مش بالشكل اللي انت بدك يا او اللي بترغب له بترجع مخك لقبل سنة لنفس الشهر الشهر هذا كان منيح عليك مشت الحياة معك ممتازة اليك عشرة ايام انت والشمس موجودة في الثور وضعك ممتاز يعني انا اللي اجيت نكدت عليك توقعاتي هي اللي خربطت الممتاز هذا ودخلتك بالحيط حشان هيك حاولوا انكم انتوا تكونوا احنا بنشرح بشكل علمي مش بشكل اني انا بدي اجمع لايكات واجمع كومنتات حطيت اللايك حطيته حطيت ديس لايك مش هامني حطيت الكومنت انت حر انت وزوجك بدك تسب علي سب علي ولكن انا اللي برضي ربنا اعملته هسا بيجي واحد بيقول لك ما لك بتطاوش ما لك عصبي ما لك نازل فينا يا زلمي خفف علينا هي الدنيا وانتي اجيتنا يا عمي انا ما بطاوش انا طبيعة ضخامة صوتي ونبرتي بتبين اني انا عصبي انا زلمي والله ما انا عصبي والله ما انا عصبي وانا بعصبش حتى لو سكرت الفيديو وطلعت والله ما بعصب لا سبت علي ما رح اعصب منك ما رح ازعل منك بس انا بقدر احذفك من القناة وعمل لك بلوك وخلصنا وانتي ما انا ما عجبتك احذفني عادي وما تتابعني شكرا لالكو خلينا نروع على توقعاتنا الشهرية برج الحمل اكثر شي بيتركز عليه التفكير خلال فترة هذا الشهر هو الامور المالية وخصوصا انه الشمس الان موجود في برج الثور بيت المال فعشان هيك المكاسب المالية اغلبها بتيجي من عمل اضافي وفي فرص للحصول على هدايا او جوائز وممكن تفكر في افضل السبل لكسب المال اكثر اشي بارق الحمل هي الامور المالية والضغوط والالتزامات وبينصب تفكيرهم على تزديد الفواتير والديون وتوفير المال وفي منهم بيعطي برضو اموال يعني بيبذخ في المال في خلال هذا الشهر هذا الشهر بيوعد بنتائج ممتازة مالية وفرصة تميني لحصد المال ولكن بدك تنتبه من البذخ وتبذير الاموال اهم شي انك ما تخاف من الامتحانات والمنافسات وبدك تكون مستعد وممكن تكون برضو في فترة نجاح رائعة جدا خلال هذا الشهر هناك بعض الانشغالات العائلية والادارية ولكنها بتصير بشكل ايجابي وفي كثير من هذا الشهر بيحمل اجواء يعني رومانسية مثل الحب والغزل والعواطف بداية علاقة رغبة في تعزيز الروابط الارتباط والمصالحة العودة لحبيب قديم تنازل عن بعض القرارات الصارمة كانت باتجاه الحب الفترة هاي بتصير فيه نوع من انواع المصالحات كل الامور هاي بتكون تقريبا طاغية خلال هذا الشهر التراجع الزهرة اللي رح يصير في الجوزاء هاد رح يكون بسبب نوع من انواع السلبية السلبية هاي بتكون في امور الها علاقة بالتنقلات بالاتصالات بتعزيز العلاقة مع الاخوة والجيران ممكن يكون برضو على مستوى الامتحانات انك تقدم امتحان وانت مش مستعد بشكل جيد الاهمال بالدراسة اشياء من هذا القبيل بدهم يمتنعوا عن مواجهة او فرض السيطرة على الاصدقاء الفترة هاي بكون في عندهم قوة عالية جدا من فرض السيطرة بدهم يحذروا برضو من التآمر وراء الكواليس اشخاص بيتآمروا عليهم وراء الكواليس اعداء ما يدخلوا على مناطق ما بيعرفوها وما يحاولوا يغامروا ويدخلوا بمغامرات ممكن انها تسبب لهم مشاكل بتنصب زي ما حكينا افضل الافكار او كل الافكار على كسب المال الطلاب اللي في المراحل الابتدائية والثانوية اللي على مقاعد الدراسة او الامتحانات بتكون عندهم الامور جيدة جدا وممكن تصل لمرحلة الممتازة اذا درسوا وبعض مواليد برج الحمل اما انهم بستبدلوا سيارة او ببيعوا سيارة او بفكروا انهم يشتروا سيارة جديدة او اجهزة اتصالات ومواصلات يعني بسكاليت او مثلا تليفون جهاز كمبيوتر لابتوب اشياء من هذا القبيل اما بعد عشرين الشهر بتكون يعني بتتركز اكثر على امور الاتصالات اكثر وبكون في احتمالية للاشخاص اللي بيقدروا انهم يتنقلوا او يسافروا من بلد لبلد او يتنقلوا داخل البلدان بيكون عندهم نشاط كثير الاشخاص اللي بيشتغلوا مثلا في مجال التسويق بيكون عندهم يعني نشاط عالي جدا بتكون عندهم نتائج جيد جدا خلال هذا الشهر برج الثور طبعا بما انه الشمس صارت موجودة عندهم فمعناته هاي الفترة ببلشوا يتحسنوا بشكل افضل صحيا ونفسيا وبتزداد ثقتهم بانفسهم ولكن شو اللي بصير انه مش فجأة كل البرج بصير بالتدريج كل ما بيجي عيد ميلادك بتلاقي الفترة من عيد ميلادك بلشت تتحسن امورك بشكل جيد يعني ما قبل عيد ميلادك بصير يعني الحمل يخف عليك شوي شوي لغاية عيد ميلادك بتبلش الامور تتحسن بشكل ايجابي هسا فيه اشخاص بيجي عيد ميلادهم بيلاقوا الوضع ضاغط عليهم ممكن طالعك شوي يكون مأثر عليك وممكن برضو وجود القمر في يوم عيد ميلادك في منزلي ما بتساعد وهي لازم تتابع فيها توقعات اليومية معنا برضو بكون الضغط مش موجود لحديث ما يوصل القمر لا برج حليف لا اليك بتصير الامور جيدة فبتستعيد عفيتك بسرعة وبتصير نظرتك للحياة متفائلة وايجابية بيدعمك الحظ بقوة لدرجة انك بتعوض اي تأخير او تراجع او خسارة بتنحل كثير من المسائل المتعطلة والعالقة وخاصة على الصعيد المهني او العاطفي او الاجتماعي او الصحي بتقدر تحلل الامور بوضوح اكثر رح تهتم بمظهرك الخارجي اكثر حتى الحياة العاطفية عندك بتبدو في حال افضل واكثر استقرار في كثير من الاخبار اللي رح تفرحك وفي اشخاص جدد رح يدخلوا حياتك وممكن تفكر في امور الها علاقة بالسفر المستقبلي او التنقلات او مخططات مختلفة المهم هذا الشهر ممكن يكون مثابة مفترق طرق او عتبة جديدة من المستحسن التعامل معها بنضوج وموضوعية طبعا تراجع الزهرة احنا مش كل اشي ايجابي رح نحكيه برضو رح نحكي السلبيات تراجع الزهرة ورح يكون موجود عندك في بيت المال في الجوزاء فعشان هيك من بداية الشهر رح يكون فيه سلبية على الامور المالية رح يعني بدك تتجنب المصاريف المالية والالتزامات المالية والضغوط المالية في الفترة هاي اللي منها ممكن يكون عليك شوي مربك بدك تتجنب الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل بدك تمتنعوا عن مواجهة او فرض السيطرة على الاصدقاء تشعر بالفترة هاي ايجابيا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير باراءك وبتنشطوا في الدراسة والمطالعة وامور تتعلق بامور السفر والتنقلات والاتصالات واللي بيشتغلوا على مجال التجارة المحلات البقالية او التجارة الصغرى برضو بصير في عندهم حوافز كثير في خلال الفترة هاي انهم يتنشطوا بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال ولكن بدهم يحذروا من التسرع وما يلتزموا بامور مالية قبل ما يدرسوها بشكل جيد خصوصا انه تراجع الزهرة رح يكون في بيت المال وخصوصا كل الامور المالية هاي بصير التفكير فيها بشكل اكبر واوسع وبصير عندك يعني نظرة هائلة جدا كبيرة على الامور المالية هي بعد عشرين الشهر لما الشمس بتنتقل للجوزاء بصير اهتمامك المالي اكبر برج الجوزاء اغلب موليد برج الجوزاء يعني مش انا بتعطيهم طاقة سلبية اغلب الموليد من عشر ايام وهم بحسوا بضغط كبير بصير عليهم فيه اشياء كثيرة بتضغطهم نفسيا صحيا معنويا اشياء بتتأخر اشياء بتلتغي اه علاقات بتنتهي بتنفسخ اه عواطف قاعدة بتتجمد طبعا هذا السبب كل ياتوا انه الشمس الان موجودة في بيت متاعبهم موجودة في الثور لا هي طاقة سلبية ولا هي امور الها علاقة بالطاقة السلبية هي تحرك كواكب كل سنة في نفس الوقت لو اجيت حسبتها وراجعت نفسك الاشخاص موليد برج الجوزاء بيلاقوا انه اثقل شهر بكون عليهم والشمس موجودة في برج الثور يعني يبل عيد ميلادك بشهر وهذا اسمه بيت المتاعب فبدل انه هاي الفترة فيها نوع من انواع التراجع والخسارة فرح يكون فيه مماطلة وتخير ورح تلاقي حالك برضو ما عندك طاقة لشيء امور كثيرة بتتراكم عندك واللي رح يوعدك بشيء ما رح ينفذ وعده واللي بيضحك بوجهك ممكن يكون من باب التضليل بيضحك عليك هاي يعني ما تغامر بشيء ما تأخذ ثقة بشيء لا بمرحلة ولا بمشروع ولا بعقد حاول قدر الامكان انك تجمد امورك واذا اضطريت انك بدك توقع على شيء بدك تدرسه بشكل كبير ومهم وتستشير فيه اهل الاختصاص عشان ما تتأثر انت بشكل سلبي في الفترة اللي انت بتعاني منها في الفترة الحالية لغاية ما يجي عيد ميلادك هاي كلها ضغطة لغاية عشرين الشهر عشرين الشهر بيبلش الشمس تنتقل لعندكم بتبلش المعنويات تصير احسن ممكن خلال الفترة هاي تفقد بعض المقتنيات او الملفات وممكن تشعر ببعض التعب او الاحباط لازم تنتبه وتحذر وخاصة في الاسابيع الثلاث الاولى من تراجع صحي او عملية جراحية او حوادث طارئة طبعا انا بعطيك اصعب الامور لانه كلها محتمل انها تصير مش شرط انها تصير مع كل موليد برج الجوزاء ولكن محتمل تصير مع بعضك فعشان هيك انا مضطر اني اعطيك كل اشي بدون ما اهون عليكو ارسملكو اياه انه الشهر الربيع اللي بجنن وانتو عارفين انه انتو بتمروا في وضع صعب اما بعد عشرين الشهر قبل ما ندخل بعد عشرين الشهر هسا في اشخاص من برج الجوزاء بيجي بيقولك لا انا الوضع عندي ممتاز ماشي اسمع طالعك بتلاقي طالعك هو الممتاز هو اللي بدعمك فعشان هيك بقولك اسمع طالعك واسمع برجك اما بعد عشرين الشهر بيتغير الجولة مصلحتك وبتكون الفرصة ممتازة لتعويض اللي فاتك وبيكون عندك القدرة الكبيرة لعمل اشياء كثيرة وبيكون في حظ كبير الان شو اسباب هاي المخاطر اللي بتصير عندك تراجع الزهرة رح يكون عندك مش موجود الزهرة عندك بدعمك بشكل ايجابي وبيجعلك حيوي ولكن تراجعوا في البيت الاول هاد رح يعمل لك يعني اشي فرص او اشياء سلبية اللي ها علاقة بالعاطفة والها علاقة بالاوضاع المالية وبرضو مشاكل حتى للاشخاص اللي بيشتغلوا في المجالات الفنية بتكون ديروا بالكو من عمليات السفر او الافكار بالسفر بالفترة هاي بتكون تراجعوا كل اموركو بشكل كبير اللي عندهم قضايا قضائية بدهم يحاولوا يتجنبوها بفترة الشهر هاد مهما كانت الظروف اجلها لحديث ما يصير الوقت مناسب لالها بدك تتجنب بالدخول بمواجهات مع المسؤولين خصوصا في مجال العمل المسؤولين وزملائك بالعمل بصير في عندك اهتمام كتير الشهر هاد في امور الغيبيات او المغيبات حياة موت ميراث اشخاص رحلوا من هالبلاد بتصير تذكرهم رحلوا من هالحياة بتصير تذكرهم بتعيش على اطلال ذكراهم او شو كانوا يعملوا معك تشعر بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير باراءك وبتنشطوا في الدراسة والمطالعة وامور الها علاقة بالسفر والاتصالات يعني هاي ايجابية ولكن برضو بدك تنتبه ان الشمس برضو وجودها في بيت المتاعب وتراجع الزهرة عندك هدولا بيضغطوا عليك بشكل كبير برج السرطان يعني النشاط الاجتماعي هو الغالب عليك خلال هذا الشهر فعشان هيك بدك تستغل بداية الشهر اللي هي اول عشرين يوم من الشهر اللي تنجز كل الاعمال المهمة او الاشياء المطلوبة منك بشكل قوي جدا يبل ما يصل تصل الشمس لبيت متاعبك وبتصير فترة سلبية بعد عشرين الشهر هذا الشهر يعني خصوصا الفترة الاولى اللي هي اول عشرين يوم بتشعر ببوادر للانفراجات بوادر لبعض التسويات بيكون الشيء الملفت هو النشاط الاجتماعي وبناء الصداقات الجديدة او انك بترجع علاقات قديمة بترجعها على الساحة وتتواصل معها رح تلمس تقدم على حسب مجال عملك ورح يكون في فرص وحضوظ حسب جهودك اللي رح تبذلها ممكن تشكو من عدم فهم الاخرين اليك او لبعض متطلباتك او اتعب نتيجة امتحان او تجربة صعبة حاول انك تستغل للفترة هاي لتحسين سمعتك وطرد الشكوك من حواليك حاول انجاز الملفات والعقود والاعمال المهمة يا بالعشرين الشهر زي ما حكينا لان وبعد هيك رح يكون الوضع صعب وخاصة مع انتقال الشمس لبرج الجوزاء رح تتعطل كثير من المسائل وما رح يكون عندك طاقة لانجاز كثير من الاعمال اللي توكلت اليك انتبه لوضعك الصحي والمالي والمعنوي هس تراجع الزهرة اللي رح يصير في الجوزاء اللي هو بيت متاعبك يعني بده يعمل لك زياد الضغوطات عليك هاي وخصوصا في الاشخاص اللي بيشتغلوا مع المؤسسات او الشركات الكبيرة ممكن تعملك خلاف مع زملائك بالعمل او مع رؤسائك بالعمل وبدكوا تحذروا من اي شراكة مالية وبدكوا تحذروا من امور الها علاقة بالسفر خصوصا السفر اللي بعيد وبدكوا تتجنبوا قضايا قضائية بالفترة هاي مهما كانت الظروف بدكوا تتجنبوا هاي القضايا حاول انك تأجلها لو تدام شوي ليصير الوضع بالنسبي لا اليك احسن هسا رح يجي موليد اشخاص من موليد برج السرطان يقول لك احنا قاعدين بالحضر اي سفر بتحكي عنه انا ما بقصدك انت بالسفر انت ممكن تفكر في امور سفر او تحلم انك بدك تسافر او تفكر في المستقبل انك بدك تسافر ولكن في اشخاص ما زالوا بيقدروا يتنقلوا وبيقدروا يسافروا خصوصا في الاتحاد الاوروبي هاي مفتوحة عندهم ما زالت في بعض الدول بتميلوا بالفترة هاي لتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء وبزيد اهتمامك خصوصا في الامور الغيبية والغيبيات ولكن حاول انك ما تتعمق كثير في الامور الغيبية كعلوم غيبية للروحانيات لانه في منها رح يكون في خطر خصوصا في تراجع الزهرة ولكن اهتمامك بميراث اهتمامك باشخاص انتقلوا لرحمة الله اتوفوا اهتمامك بديون معدومة بدك ترجعها هذا انا بقولك روح اعمل اللي بدك ايا برج الاسد بتتركز كل الامور في الفترة هاي على العلاقات الاجتماعية وعلى الدفع بمصالحكم في مجال العمل بتتركز الامور على المسئوليات اللي في منها مربك ولكنها مهمة وخاصة لموقعك المهني والشخصي بتهتم في كل شيء بتعلق في مجال العمل والصحة بدك تنتبه خلال التنقلات وانتبه لوضعك الصحي اذا كان في حاجة بدك تستشير طبيبك ما تحاول انك تأجل الفترة هاي حساسة على المستوى الصحي رح تكون في لحظات مضطرب كأنه في نوع من انواع العصبية عندك او القلق كأنك قاعد في امتحان في نوع من انواع يعني هذا الامتحان امتحان كفاءة حاول دائما تكون جاهز قبل ما تدخل باي اشي بامتحن جهوزيتك انتبه على الصعيد الاجتماعي اما من منافسة او يعني منافسة على مركز او من مشكلة عائلية بتتعلق باحد الوالدين رح تنقلب الاوضاع كلها بشكل تدريجي لصالحك ابتداء من عشرين الشهر لانه رح يكون الشمس انتقلت لبرج حليف لا اليك اللي هو الجوزاء وجوده بالثور شوي هو بعمل نوع من انواع الارباك ولكن وجوده بالجوزاء بريحك لانه حليف لا اليك رح يكون الدعم حليفك بالفترة هاي ورح تكون كلمتك مسموعة ورح يكون في مكاسب مادية ومعنوية ورح تنشط اجتماعيا ورح تبحث عن الاصدقاء والدعم رح يكون حليفك ممكن اصدقاء قدامة وممكن علاقات قديمة ترجع تعززها لاجل انك تستفيد من علاقتك فيهم خلال الفترة القادمة اللي هي بعد عشرين الشهر تراجع الزهرة اللي رح يتراجع في الجوزاء هذا سلبي خصوصا على المستوى النشاط الاجتماعي فمنكو رح يفقد علاقة او ممكن يزعل منه صديق او ممكن يكون فيه اشياء يعني تكتشف خيانة بعض الاصدقاء لا اليك او ممكن تنزعج بسبب حدث ممكن يصير مع احد ما عارفك خصوصا كل اشي بهذا المجال هيك ححنا حكنا طيب الان على مستوى الشراكة العاطفية والمالية بتزيد عندك شوي الامور بعلاقاتك مع الزوجة مع الزوج بيصير فيه نوع من انواع التطور بيصير فيه نوع من انواع الاهتمام في منكو رح يفكر بمشاريع جديدة في منكو رح يفكر في الارتباط حتى اذا ما كان مرتبط حتى لو احنا في حجر وحتى لو احنا بالوضع هذا ان شاء الله الامور ما بتستمر وبتلاقي هاي الامور صارت بدك تحذر برضو من اي شيء له علاقة بالشراكة المالية شراكات المالية بدك تدرسها بشكل جيد بدك تراجع اهل الاختصاص قبل ما تدخل بالشراكة هاي وتقرأ العقود بشكل جيد افكارك ممتازة بتفيدك الفترة هاي بعلاقاتك مع المسؤولين في مجالات العمل بتفتح قدراتك وممكن انت من خلال هاي الشغلة وتبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء انك تستشير في اشياء الها علاقة بالمشاريع المالية اللي تدعمك وتحسن من وضعك مستقبلا برج العدراء طبعا يابل ما نبدأ بالتوقعات لموليد برج العدراء ماشي الشمس موجودي بالثور بيت حليف لالكم يعتبر هذا البيت التاسع البيت التاسع له علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والمواضيع القضائية وعمليات الاستراد والتصدير هسا احنا بفترة هاي اللي احنا فيها بما انه فيه اغلاق وما فيه يعني مش الكل بيقدر يسافر الاشخاص اللي بيقدروا يسافروا رح يلاقي انه هم او للناس بعملية السفر او التنقل خصوصا سفر ضروري سفر اضطراري اللي بيقدروا يسافروا الاشخاص اللي ما بيقدروا يسافروا بحنوا لبلدهم الام ممكن يفكروا في امور الها علاقة بالسفر المستقبلي وممكن يسعوا لعمليات اتصالات مع اشخاص بعاد في دولة ثانية برضو بتعزز عندهم المواضيع القضائية الاشخاص اللي عندهم مواضيع قضائية بالفترة هاي برضو رح ينشطوا بشكل كبير في هاي الامور والاشخاص اللي بيشتغلوا في عمليات الاستراد والتصدير برضو رح يستفيدوا بشكل كبير طيب هسا بيجي شخص بقولك طب انا قاعد في البيت ما عندي لا هذا الحكي ولا مستفيد من هذا الحكي ايش اللي بدي استفيدوا من الوضع هاد بتستفيد من الدراسة بتستفيد من الاتصالات بتستفيد في الامتحانات بتستفيد في الاوراق القانونية كلها هاي بتدعمك حتى في علاقات مع اشخاص خارج البلاد بتدعمك بما انه الشمس موجودة في برج الثور الصديق يعني هاي الفترة رح تغير الظروف لصالحك وكثير من موليد العذراء رح يتحمسوا حتى لو فكريا لأمور السفر او الرجوع للدراسة ما رح تنزعج من انتقاد او اعتراض البعض على افكارك لانك رح يعني رح تعبر عنها بالطريقة الامثل ورح توصل الفكرة للي انت بدك اياه بالطريقة اللي انت بدك اياه انت جاهز تعيش تجربة جيدة ومميزة الحضوض كثيرة وبتساعدك بتجربتك على كل شيء جديد رح تلتقي بوجوه جديدة وتتعرف على اشخاص اجانب او من بر المكان اللي انت عايش فيه شفت الايجابية هاي كلها بعد عشرين الشهر بتصير انت في فترة امتحان يعني بتنقل الوضع تبعك بتغير بتصير كأنك عايش في فترة امتحان عشان ينعرف انك انت جاهز ولا انك انت هيك يعني بنقدر نحكي فترة تقييم لوضعك يمكن يكون اشي مصيري وفي منكم رح يقلق على احد الوالدين في فرصة لتحسين وضعك المهني بتصير في الفترة هاي وفي منكم بيبدأ في عملي جديد ومنكم بيأخذ فرصة لتثبيت حاله يعني رح تكون فترة الانتقال من حال لحال وبقدر ما رح تجتهد في هاي الفترة بقدر ما انت رح تلاقيه الآن تراجع الزهرة اللي رح يصير في الجوزاء رح يأثر عليك في بداية الشهر بشكل سلبي في مجال العمل في منكم ممكن يعمل مشاكل رح يتراكم عليه العمل ممكن حتى اشخاص تترك مجال عملها علاقاتك مع زملائك رح تكون برضو حساسة ممكن تصير خلاف ما بينك وبين زملائك وبدك تدير بالك برضو عن رفع حاجيات عن الارض ثقيلة لانه ظهرك بكون نقطة ضعفك وبدك تنتبه في الشراكة العاطفية والمالية ما بتعرف انت الشريك شو بيخبي لك في الفترة هاي وما بتعرف ردة فعله ايش رح تكون اتجاهك شريك العاطفة اللي هو زوج وزوجة وشريك المال اللي هو شريكك بعملك زي ما حكينا بتنشطوا بامور السفر والاتصالات اللي بعيدة وبيستفيد الطلاب اللي على المراحل الجامعية بدراساتهم وأفكارهم وبتفيدكم علاقاتكم بالمسؤولين في مجال العمل خذ اللي احنا حذرنا منه وخذ الإيجابيات وحاول انك تستغل هذا الشهر بكل قوة وثقة عشان تحصد منه قد ما بتقدر برج الميزان يعني المختصر بهذا الشهر هو مكاسب مالية يا بتجيك من تعويض أو من شراكة أو قانونية هاي النقاط اللي انت رح تشتغل عليها طول الشهر رح يكون فيه انفراج كثير ومريح أكثر من الشهر الماضي وكثير من الضغوط والعوائق رح تخف عنك بشكل تدريجي بتطلع عشان تسترجع اللي راح منك أو تعوض اللي خسرته أو أي تأخير أو أي فشل تعرضت له بالفترة الماضية بتعرف كيف تعالج كل هاي المسائل خلال هذا الشهر لا تسمح لك برياءك بعمل المشاكل وتعقيدها ابحث عن الحلول اللي بترضي الطرفين يرّب وجهات النظر ولطف الأجواء وممكن تنشغل هذا الشهر بملف إداري أو استشفائي ورح يتطلب منك بعض الاهتمام الخاص كإرث أو قرض أو مشروع تمويل أو التخلص من أقصاط أو الفوتير المتراكمة رح تعطي اهتماماتك الشخصية وارتباطاتك العاطفية والعامة وقت إضافي أكثر أما بعد عشرين الشهر بيتحسن الوضع كمان أكثر وأكثر لأنه بصير الشمس موجود في بيتك التاسع فبتصير عندك الحضود وفيرة وبصير فيه عندك فرص ممتازة لازم تتحرك عشان تستفيد من أكبر قدر ممكن من هاي الفرص ممكن من النجاح ومكاسب ممكن يكون أمور فيها سفر صحيح مسكر الدنيا بس ما بتعرف ممكن أنت تصير تفكر بالسفر أو الهجرة للفترة القادمة أهم إشي أنك ما تتذمر من المسؤوليات لأنها رح ترفعك لأعلى القمة والنجاح والإزدهار وهو بتنقلب المعطيات لصالحك لكن تراجع الزهرة وتأثيراته في بداية الشهر سلبية سلبية على أمور التنقلات والاتصالات والقضايا القضائية حتى مواضيع السفر حتى لو انفتحت الدنيا وصار مجال أنك تسافر بنصحك أنك ما تسافرش أجل الموضوع شوي ودير بالك من القضايا القضائية إذا كنت عليك قضية أو أنت رافع قضية حاول أنك تجهز أوراقة عشان تنجح القضية وتصير لصالحك بدك تضبطوا أعصابك أثناء التعامل مع أحباكم ورح تزيد برضو نجاحاتك بالفترة في العمل اللاسيما في العلاقة مع الزملاء ولكن بتكن تنتبهوا على أسفل الظهر عندكم من رفع أشياء ثقيلة فيتأذى عندكم أسفل الظهر بتنسبأ أفكاركم حاول ضبط أموركم المالية المشتركة وبتنشطوا في أمور العلاقة بالامتحانات أو الدراسات أو أشياء من هذا القبيل أو القضايا القضائية زي ما ذكرنا برج العقرب لما تكون الشمس مقابل العقرب مباشرة في الثور هاي معناها فترة معاكسة وسلبية ومربكة واللي عنده قضية أو مسائل قضائية رح يلاحظ أنه في تطور ولكن التطور هذا يعني ممكن يكون ضدك مش لصالحك ممكن تتفاجأ بعضو أو خصم بشكل مفاجئ وبيكون في عراقيل وتأخير بسبب لك ردات فعل مش منيحة لا تخلي مشاعرك تتحكم فيك حتى لو حدا استفزك أهم إشي ما تخالف القوانين بدك تدير بالك من خصم متخفي وراء صداقة أو شراكة بدك تنتبه من الأصدقاء المزيفين ممكن يواجعوك بمشاكل قاوم يولك السلبي ومشاعرك السودة لا تنتقد ولا تنجي الكلام ما تتعجب إذا انقطعت العلاقة مع صديق أو مع حبيب صحيح أنه مش كل الشهر سلبي حبيت بس أعطيك أنه الأمور السلبية أخطرها إيش رح يكون معك خلال هذا الشهر في منكم ممكن يبدأ بوظيفة جديدة وممكن تحصل على ترقية في منكم ممكن ينحط في شراكة جديدة يوقع عقودة جديدة أو يفتح شركة جديدة وفي منكم ممكن يخطب في منكم ممكن يتزوج حتى لو الأمور مسكرة تفتح مجالات لأشخاص اللي لسه بتناقلوا أو بتنقلوا إنها هاي الأمور تتطور وممكن يكون في صفقات أو تطور في العمل أو على مستوى الشراكة يعني الأمور ممتزجة ليش؟ لأنه الشمس مقابلك مباشرة ولو راجعت السنوات الماضية كلها بتلاقي أنه أنت في هاي الفترة من السنة بتلاقي هاي الضغوطات أنت بتتأثر منها كل سنة أما بعد عشرين الشهر بتكون الفترة تحسنت ورح تلاقي تسوي وحلول لكثير من المشاكل وممكن ترجع عن قرار أو تتراجع عن قرار التخدته أو تنسحب أو تغير مسارك ولكن على الأرجح رح ترجع أو تتحرك لصداقات أو معارف ما كانوا صدقين اتجاهك يعني ترجع علاقتك معاهم ورح تظهر بعض المسائل المصرفية والبنكية والاستشفائية أو القانونية لازم تهتم فيها طبعا بدك تنتبه كمان من تراجع الزهرة وتأثيره السلبي عليك خلال هذا الشهر اللي هو الأموال المشتركة ممكن يصير عليك مطالبات ممكن تنحط في مأزق قرض تكون ما يخذه يتراكم عليك بدك تكون دارس أمورك بشكل كبير على الأموال المشتركة بدك تتجنب مواجهة مع أفراد العائلة وبدك تحذر النيران والأدوات الحدي وخصوصا النساء اللي بعملوا في المطبخ بدك تضبطوا عصابك أثناء التعامل مع أحباك الفترة هاي صحيح إنه فيها إيجابيات لتبادل الآراء والأفكار مع الشركاء وتعزيز العلاقة مع الشركاء وحتى ممكن تصير مصالحة ما بين شركاء كانوا متخاصمين اللي هم الأزواج متخاصمين والفترة هيفكروا يرجعوا لبعض وبتنصب أفكاركم حول ضبط ميزانيتكم والأمور بالأموال أمور الأموال المشتركة يعني فيه إيجابيات وفيه سلبيات الشهر هذا ضاغط لأنه الشمس مقابلك حاول إنك تأخذ الإيجابيات صحيح إنه مش كثيرة ولكن أنه انتبه من السلبيات اللي إحنا ذكرناها عبين ما توصل لعشرين الشهر والأمور بتصير تتحسن بشكل أفضل برج القوس طبعا برج القوس أنتوا هسا بتكون تدخلوا في فترة صعبة من البداية قبل ما نبلش في البراج رح تدخلوا بفترة صعبة لأنه الآن الشمس رح تنتقل أو متواجد في بيتك السادس ويمكن أنت ملاحظ أنه إلك أنت فترة عشر أيام تقريبا أنت مضغوط نفسيا وصحيا وحتى على مستوى العمل هذا بسبب تواجد الشمس في بيتك السادس اللي هو بيت الصحة والعمل عشان هيك بتكون الفترة هاي يعني ما شيء أنها بتفتح بعض الفرص ولكن ما رح يكون فيها معجزات وما رح يكون فيها مشاكل كبيرة ممكن الشيء الوحيد اللي بيتطلب اهتمامك هو الصحة لأنه طاقتك شوي رح تكون ضعيفة خلال فترة هاي يعني منقدر نقول أنه الوضع متقلب بالعموم ومتناقد مرة معك ومرة عليك انجز عملك وما تهمل فيه وما تستخف بالمطلوب وسر نجاحك هذا الشهر الدقة والتنظيم واحترام المواعيد بعد عشرين الشهر فهون الشمس رح تكون مقابلك مباشرة الفترة رح تكون سلبية أكثر من بداية الشهر ما رح تحمل يعني ما رح أقول لك أنا والله لا أو خير وجيزة ومش عارف إيش ما رح أوعدك في أي شيء لأنه بما أنه في ضغط لازم أنبهك للضغط لأنك إذا يعني أخذت حذرك من الضغط أنت بتكون في أمان معناته الشهر بصير ممتاز لأنه بعد عشرين الشهر رح يكون في مواجهات ورح يكون في خصومات رح يكون في توتر مع شخص أو مع جهة معينة أهم إيش أنك ما تخالف القوانين ولا التعليمات وما تتدخل في شؤون الآخرين إذا عرفت تحمي علاقاتك خصوصا مع حبيبك الحظ بوعدك بارتباط إذا كنت عزابي أو إذا كان في علاقة ما بينك وبين شخص وحابب أنك أنت تطورها الفترة هاي بتكون إيجابية أما إذا كبر الخلاف ممكن تخسر الشريك وممكن يكون في قطيعة وبدك تكون دبلوماسي في التعامل مع الآخرين لا سيما مع الأهل ومع الأحبة تراجع الزهرة اللي رح يصير في الجوزاء يعني رح يأثر على الأمور خصوصا مواضيع الشراكة الشراكة المالية والعاطفية بدك تدير بالك المتجوزين بدهم يديروا بالهم مع أزواجهم لفترة حادة جدا بتكون عموليد برج القوس فعشان هيك يسهل جدا أنه يكبر الخلاف ما بينهم ويصلوا لمرحل فراق خصوصا العلاقات الضعيفة بدهم يحذروا في السفر داخل المدن تنقلات وبدهم يتجنبوا مواجهة مع أخ أوجر وبدكوا تتجنبوا مواجهة مع أفراد العائلة وتكونوا ديروا بالكم من النيران والأدوات الحادة صحيح أنه أفكارك بتفيدك مع زملائك في العمل وممكن أنك أنت تدعم حالك في علاقاتك وممكن يجيك شغل جديد ولكن أنه برضو بدك تحذر من اللي أنا حذرك حذرتك منه في بداية توقعات لإلك برج الجدي طبعا الشمس موجودة في البيت الخامس لإلك معني بتنشحن بطاقة إيجابية والفرصة إيجابية وخصوصا على المستوى العاطفي بتزيد من الحياة الترفيهية عندك ترفيهية الرومانسية بالنسبة لإلك برضو بتكون عالية بأوجهة بتنشط في العلاقات الإجتماعية وبتتسارع أو بتسارع للمصالحة أو للتعارف خلال الفترة هاي ممكن تحمل لك هاي الفترة أفراح سارة أو أخبار مفرحة أو نجاح ومن الممكن الوقوع في الغرام من النظرة الأولى لأن المشاعر عندك بتكون جياشة وخصوصا وجود الشمس في الثور بدعمك بقوة هائلة جدا لكن بعد عشرين الشهر هسا بقول لك آي وأعطانا الإشي الإيجابي هسا بدي بلش فينا في السلبي لا بعد عشرين الشهر الشمس بتصير في بيتك السادس بيت الصحة وبيت العمل عشان هيك بترتفع عندك وطيرة العمل وبتزيد المسؤوليات بدك تحاذر من التوتر والعصبية مع أحد الزملاء أو المقربين إلك وانتبه لوضعك الصحي وما تهم الوضع الصحي قديم تراجع الزهرة اللي رح يصير في الجوزاء تأثيره رح يكون من بداية الشهر سلبي يعني خصوصا على شغلة ارتفاع الوزن أو الأمور الصحية وممكن برضو يعمل لك نوع من الإرباك على المستوى العملي بتستفيد ماليا ولكن بتتصاعد عندك النفقات احذروا من السفر داخل المدن اللي هي التنقلات كصوصا للأشخاص اللي بقدروا يتنقلوا وبدك تتجنبوا مواجهة مع أخ أو مع جار في منك رح يمارس نشاطات أدابية ويحثوا أولادهم على الدراسة ويكونوا مبدعين وبتفيدكم أفكاركم برضو مع الزملاء في العمل برج الدلو طبعا الشمس موجودة في بيت البيت فعشان هيك كل تفكيركم رح يكون على أمور الهلاقة بالبيت بالسكن بالعائلة بالعقارات رح تكون التقلبات والاهتمامات على الأمور العائلية أو الشخصية أو الصحية وممكن تكون إيجابية أو سلبية من موليد برج الدلو يكون فيه ارتباط عندهم أو تغيير مكان السكن أو شراء عقار أو سفر أو تعب صحي لازم تنتبهوا من عصبيتكم وردات فعلكم وخاصة مع الأحبة لأن العلاقات المتأرجحة عرضة للانفصال ومن المشاكل الصحية المفاجئة اللي بتتعلق فيك أو بأحد أفراد العائلة بدك تحذر من المشدات الكلامية والأمور الجارحة الأخطاء الهفوات ممكن تجد صعوبة في الحوار وتبادل الآراء وخاصة الشخصية والعائلية بعد عشرين الشهر الشمس بتصير في بيتك الخامس هون بصير قوة الحظوظ موجودة هون بتعمل تواجد الشمس في الجوزاء بترفع المعنويات وبترجع الحظوظ وبتخف المشاكل وبيحل محلها الحب والحياة الاجتماعية والمهنية ولكن تراجع الزهرة اللي موجود في الجوزاء من بداية الشهر هاد شوي بيعمل لك نوع من أنواع السلبية وخصوصا على المشاكل العاطفية بتجيب لك مشاكل عاطفية فرص لمشاكل كبيرة بتتطور بينك وبين الحبيب وبرضو ممكن تأثر على أشياء يعني تيجي مفاجئة يعني اللي بتكون حامل من برج الدلو وخصوصا ببداية حملها بدا تنتبه تراجع طبيبها وتراقب ووضعها بشكل جيد بالفترة هاي بتكون تضبطوا أعصابكو أثناء التعامل مع الغير لأنه عندكو استعداد للتصرفات متسرعة جدا وممكن هاي تتشكل نوع من أنواع الخلافات في استفادات مالية على المستوى المالي ولكن بالمقابل بتتصاعد عندكو النفقات بتنصب أفكاركم حول شؤون عقاري وبيتي وعائلية كثير خلال هذا الشهر وممكن تمارسوا نشاط أدبي وممكن تهتموا بتعليم أبنائكو برج الحوت يعني الشهر هاد كثير في تعزيز للعلاقة بتكون بين الإخوة والجران وفرصة للشراء سيارة وأجهزة إلكترونية هذا مختصرها هاي فترة ممتازة للتواصل مع الآخرين التنقلات السفر القصير حتى إذا أنت بتقول لي أنا قاعد في البيت في غيرك بسافر وغيرك بتنقل وفي متابعين إلي في دول أوروبا بيطلعوا من بلد لبلد فعشان هيك ما بقدر ألغي هاي الفكرة أو ألغي هذا البيت لأنه في ناس بتستفيد منه السفر والتنقلات والدراسة أو زيارة بلدك الأم ممكن تبي مسافر أنت ومحجور عليك ولكن الفترة هاي تقدر أنك أنت ترجع لبلدك الأم اللي عندهم نشاط خصوصاً اللي بيشتغلوا على مستوى مؤسسات كبيرة ممكن تكثر عندك المؤتمرات واللقاءات بتفتح أمامك أبواب الصداقات وبتسهل عليك معظم العلاقات الاجتماعية وكل شيء له علاقة في الاتصالات والمواصلات يعني شراء سيارة استبدال سيارة شراء هاتف نقال كمبيوتر أو مؤتمرات أو محاضرات أو ندوات أهم شيء كلها هاي رح تكون موجودة كلها هاي رح تكون ظاهرة خلال الفترة هاي وكلها رح تكون نشاطاتك تنصب عليها عندك قدرك كمان هائلة على إقناع الآخرين بوجهة نظرك بتمتلك سرعة بديهة عالية اللي عنده امتحان أو مقابلة بينجح فيها بتقدر تدفع أو تدافع أو تفاوض بقضايا بتخصك أو بتخص غيرك تسوية الخلافات المصالحة مع أحد الأصحاب لكن بدك تنتبه وخاصة من الأيام الأقل حظ من التشويش اللي ممكن يسبب لك بعض الحوادث أو الخلافات وخاصة مع الأهل أو مع الزملاء أو مع الجيران مطلوبة منك الدبلوماسية والتكلم بهدوء لازم تكون حكيم خلال هذا الشهر اللي تقدر تستغله بكل أجهة إيجابية أما بعد عشرين الشهر بتزيد المسؤوليات عليك وبتزيد صعوبة وممكن تكون يعني بتسبب لك مشاكل عائلية أو بعض المشاكل الصحية إليك أو لغيرك يعني أحد الأقارب مثلا بيأثر عليك بشكل كبير مثلا بتحبه وتلاقيه تأثر بوضع صحي سلبي الفترة هاي بتحمل حظ عاطفي ومالي وفرصة حمل للنساء مش قبل عشرين كل الشهر اعتبروا هاي إنه في فرصة للنساء بالحمل تراجع الزهرة وتأثيراته في بداية الشهر اللي راح تستمر خصوصا لأنه موجود في الجوزاء ممكن شوي تعملك بعض المشاكل على المستوى أي شيء له علاقة بالعقارات والعلاقات العائلية فبدك تنتبه من هاي النقطة فتر التراجع الزهرة بدكو تحذروا من تآمر ممكن يصير وراء الكواليس عليكو أشخاص تتآمر عليكو أشخاص تحاول تستغلكو تنصب عليكو بدكو تضبطوا أعصابكو أثناء التعامل مع الغير لأنه عندكو ردات فعل متسرعة وعصبية خلال هذه الفترة فعشانكو بتديروا بالكو خلال هذا الشهر أما الطلاب الابتدائي والثانوي رح يستفيدوا بشكل جيد على مستوى الدراسي والمطالعة وممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن يشتري سيارة بتنصب أفكاركم حول الشؤون العقارية والبيتية والعائلية كأكثر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الشهر والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر